السلام عليكم شباب بريب 1 ان شاء الله نرد عن حل الكيميلياتي في test number 6 واخر test معنا في فرع الجيومتري till lesson 6 unit 4 question number 1 بيقولي choose the correct answer from this given number 1 if measure angle A equal to measure angle B يعني A double B angle A complement is angle B يعني A complement is يعني angle A plus angle B equal 90 degree then measure angle A طيب هو بيقولي ان measure angle A double measure angle B يعني B half A فانا ممكن اشيل angle A ديت angle B اسف وحط مكانها half A كل ده equal 90 D1 1 and half تبقى 1 and half A equal 90 1 times 2 equal to 2 plus 1 تبقى 3 over 2 A equal 90 هنعمل هنا 2 over 3 هنا times 2 over 3 هنا times 2 over 3 عشان D1 1 وتبقى 2 times 90 تبقى 180 over 3 تبقى 60 degree اللي اللي ترضي number 2 if the two adjusted angles are supplementary 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 يعني سميشة متاحة 180 degree then the outer sides are طالما 180 degree ب a straight line أو straight angle طالما straight angle يبقى the outer sides on the same straight line على نفس الخط اهو on the same straight line نمبر 2 بولي complete edge of the following number 1 the straight line perpendicular to the line segment from its midpoint طبعا ده معروف ان هو axis of symmetry number 2 بولي if two straight lines are perpendicular to a third straight line يعني لو في خطين كده perpendicular على straight line تاني يبقى two straight lines normal هنحبوا برقل متوازين نقل نمبر 3 بولي draw triangle abc where ab equal ac equal 5 cm bc equal 6 cm then draw ad perpendicular to bc where ad intersection bc equal point d find the length of ad by measuring don't remove the arcs طيب خلينا نبدأ كده مع بعض عشان موضوع ما يبنش ان هو صع نبقى أول حاجة نرسم tuf ind 요즘 الظ還是 6 cm nakyeft plus ثم كرجنا ننسي ب approximate gun inc كده بي سي نجيب الكمبس نقف هنا بالشارب ونفتح فايب سنتيميتر وبعدين هنعمل ارك كده والناحية التانية هنروح نعمل ارك وبعدين هنوصل طبعا دي اللي طرع دي اسمها بوينت ايه اخذ وقت شوية عشان انا بستخدم ادوات مش مرنة زي الواقع وبعدين هتوصل برضو السيد لينسي التاني بعد كده بيقول لك عشان ترسم لازم تجيب البيوتراكتور بتاعك عايزين بقى نغير اللون كده تعمل ارك سبايتنا وتوقف هنا عند البوينت ريت وبعدين الفتح بتاحتك تكون يعني اكبر من النص بعدين تعمل ارك فوق وارك تحت تروح عند النقطة التانية وانت التانية دي تعمل نفس المكهلاء هنا وهنا وبعدين نوصل ما بينهم طبعا هتوصل ما بينهم بالمسطرة بس انا هنا هوصل اسرع شوية عشان الادوات مش بساعدان يبقى رسمنا كده ليه البربينديكورا دي بوينت دي بعد كده بيقول لي ايه عايز اي دي باي ميجورنج خلينا نجيب الرولر تاني وين اس واضح كده ان هي فور سنتيمتر يبقى اي دي ايكوال فور سنتيمتر تشوف بها نمبر فور بيقولي using the geometric tools لادات الهندسية درو اي بي لينت سيفن سنتيمتر وبعدين زين درو اتس اكسس اوف سيمتري دونت ريموف زارك عشان تعمل اللينت سيجمانت سيفن اهيه بعدين بعدين نجيب البروتركتور او الكمبوس اسف مش عارف ليه عمال او البروتركتور هنقف هنا نفتح اكبر من من الهوف وبعدين نعمل الارك بتاعنا والناحية التانية نعمل الارك برضو بس احنا نسسينا نعمل الارك تحت هناك بس ماشي سهلة بسيطة طبعا نعمل احنا كده ايه ارك كبير زيادة عن اللزوم نرجع تانية نكمل الارك بتاعنا وبعدين ايه نوصل ما بينه كده احنا عملنا اكسس اوف سيمتري احنا نعمل الارك بتاعنا وان هاندر اندتين. لها نوقف هنا. نوقف هنا. ونوصل الانجل كده وان هاندر اندتين. عايز نعمل بقى بايسكتور للانجل. عشان نعمل البيسكتور ده نجيب الكمز بتاعنا. نوقف هنا. باي فتحة يعني للكمبوس اي ديستانس. نوقف هنا كده. ونعمل الارك بتاعنا. بعدين نوقف هنا. ونعمل ارك. ونقف في الانترساكشن بوينت التانية. ونعمل ارك. وبعدين نوصل البوينت ديه هنا كده. يبقى دي كده وان هاندر اندتين ديجري. نسمي ده. اي بي سي. وده كده اسمه بي اف. واشي في الانترسات بنبا المابل 6. بيقولي eliminate the figure. الرجل الرجل ايضا اسم نقول كده AC is a on the first. طيب يبقى measure angle C plus measure angle A equal 180 degree. يبقى measure angle C اللي هي دي كده 180 minus 150. تبقى 65 degree. طيب في معلومة مهمة يجب أن نكتبها هنا. نقول إن دول two interior angles on the same side of the transverse. طيب حاول بقى أنه measure angle C equal measure angle D equal 65 degree and they are alternate angles. يعني هم في وضع تبادل الشكل المشهور بتاعهم. اللي هو حرف Z ده. ده alternate angles. يبقى على طول نقدر نقول إن E دي barrel CA. زين على طول. AC barrel 2 DE. كده يا شباب بيكون انتهى معنا accumulative test number six. ونلتقى إن شاء الله في final exams. أتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو. الاستفادة الأكبر والأكبر. ما تنسوش تفوته stations online. اللي حابب يحل final exams معنا. حابب يحل revision كاملة على اليونت. يشرح منهج من الاول. حنشرح منهج من الاول. وحنقدر نخلص بإذن الله لأن ده online. يعني انت تقدر تاخد كل يوم. وحنقدر نخلص بأريحية كمان يعني. حتى لو فضلك شهر واحد فقط حنقدر نخلص. فما تقلقش. فادخل على الاتساب. سعر stations online زهر والدمج. اتواصل معنا. قلنا مشكلة كيف المس? واحنا ان شاء الله بأمر الله وظفتنا نحل المشكلة دي. وفي كل الحالات دايما بنوه انه سعر station 35 جنيه. يعني انت لو حسبت على station وكنت عندك طموح كبيرة وامل كبيرة وما لقيتهاش. فخلاص. يا station دي الاولى والاخير. مش حابب فيه مشكلة. لكنها وعدك ان شاء الله انك هتستفيد. كل الطلبة اللي معنا. اللي بدأوا استفادوا ومكملوا وبعد ما كانوا بياخدوا station واحدة في الاسبوع وبقى فيه اتنين وثلاثة في الاسبوع. فالموضوع يفر معك جدا. في الاخير يا شباب دعموكم باللايك وتشير وسبسكرايب. تشير في كل مكان في الجروبات مع صحابك. دعموكم ودعواتكم كومنتاتكم للجابية هي الحافز اجديني عشان نكمل ونستمر. ونحاول نعمل محتوى كامل مجاني فيتكم. في الاخير بتمنى لكم كل توفيق. شكرا. والسلام الله عليكم.